وكتشغل بصفة مباشرة وغير مباشرة جوج مليون ونص ديال المغاربة وكتجلب مداخل مهمة من العملة الصعبة والحمد لله بلاد لاليوم كتعرف إنجازات قياسية في هذا القطع 14.5 مليون سائح زاروا بلادنا في 2023 وجلبنا 105 مليار درهم من العملة الصعبة وهذا الانتعاش مازال مستمر في 2024 حيث في هذه الخمسة الشهر اللولة سجلنا 5.9 مليون سائح يعني 770 ألف سائح إضافة مقارنة مع 2023 كما أن عدة علامات سياحية عالمية عزت الاستثمارات في بلادنا من خلال افتتاح عدد مهم من الفنادق في مختلف جهات المملكة وصل عدد واحدة الإيواء السياحي الجديدة في 2023 إلى 135 واحدة واستفدت من هذه الانتعاشة عدة قطاعات من بينها قطاع صناعة تقليدية حيث وصلت المبيعات ديالو بالعملة الصعبة إلى 11 مليار درهم ولكن هذه الإنجازات اللي كان فتخلوا بها مغساش تنسينا المراحل الهمة لداز منها المغرب ومنها أزمة كوفيد-19 نذكر أن مع تعيين هذه الحكومة كانت الحدود مغلقة والسياحة متوقفة والمهنيين كانوا في حالة مادية ونفسية صعبة أول خطوة درنا هي اشتغلنا مع المهنيين وفي ثلاث شهور فقط طلقنا المخطط الاستعجالي بجوج مليار دير الدرهم لدعم قطاع السياحة كذلك اشتغلنا مع منظم الأصفار وشركة الطيران في جميع أنحاء العالم استعداداً لمرحلة ما بعد فتح الحدود وقمنا في ضرف قصير بإطلاق حملة ترويجية مكتفة لوجهتنا السياحية واليوم الحمد لله بفضل حكمة التي تعملت بها بلدنا مع الأزمات تحت القيادة الرشيدة ديالسيدنا اللينسرو عندنا الرؤية واضحة لقطاع السياحة وهي الوصول إلى 26 مليون في أفق 2030 وقعنا خريطة طريق 2023-2026 والتي بدأت بالفعل تعطي النتائج ديالها فخريطة الطريق التي تخصص لها 6.1 مليار درهم اعتمدت على تصور جديد العرض السياحي مبني على تجربة الزابون عبر تسعود سلاسل موضوعاتية وخمسات سلاسل أفقية وكتهدف في أفق 2026 استقطاب 17.5 مليون سائح تحقيق 120 مليار درهم من المداخل بالأملة الصعبة وخلق 200 ألف فرص شغل جديدة مباشرة وغير مباشرة ولتنفيذ هذه الخريطة قمنا الحد الآن بتوقيع سبعات العقود الجيهوية اللي هي فاسم كناس وبني ملال خنفرة وتنجة طوان الحسيمة والدرعة التفيللت والداخلة والذهب وسوس مسا والشرق والعقود الخمسة اللي مقت رهي في طور بإنعقد قربنا نكملو قربنا نكملو سميتو مع الجهة المذاكرات معهم كما أننا نعتمدنا حكامة جديدة من خلال لجنة وطنية تحت رئاسة سيد رئيس الحكومة وهاتشي تيبين الأهمية اللي تعطيها للحكومة للقطاع السياحة لأننا ما ننساوش بأن هذا القطاع هو قطاع أفقي والمهم هو أن الحكامة تكون مع رئيس الحكومة وماشي جوي في 2023 بنسبة 22% عقنات اتفاقية شراكة مع غاية نغ لفك العزلة على عدة مناطق لكي تشمل إطلاق 24 خط جوي دولي و11 خط جوي داخلي ثانيا بالنسبة لتسريع وتطوير الاستثمار في الإيواء والتنشيط السياحي حجم الاستثمار في القطاع السياحي وصل 8 مليار ديالدرهم في 2023 مع تزايد إقبال علامات عالمية معروفة على الاستثمار في القطاع ببلادنا كما قمنا بإحداث شركات جهوية للتنمية خاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة وطلقنا برنامج طامح اللي هو برنامج جو سياحة لدعم 1700 مقاولة سياحية ثالثا فيما يخص تعزيز هيكلة القطاع قمنا بتنظيم امتحان إدماج الأشخاص اللي عندهم تجربة في ميدان الإرشاد السياحي في ميدان الإرشاد السياحي عفوا فيما يخص سياحة داخلية أخصصنا جوشة السلاسل سياحة داخلية في الشاطئ والسياحة الداخلية في الفضاءات الطبيعية وكتستفد السياحة الداخلية في خارطة الطريق من المشارع القاطرة مثل دينوب باك وثلاثة دي المنتزهات الطبيعية بإفران والطبقال وسوس مسا والمحطة الخضراء لكيمدان وخنفرة وجوج منتزهات طرفيهية بالدربدة ومركش لهذا المغرب تبقى واحد الوجهة يعني دا قيمة ولهذا ما نبغيوش كذلك الوجهة المغرب تبقى واحد ترخيص في الوجهة بحيث لنشوفوا واحد أتمنى حقيقة دي اللي كيجو من الخارج واحد أتمنى حقيقة جد متوادعة مقارنة مع مكيئة دي المغاربة في الفنادق المماثلة مزيلا نلحقه 14.6 مليون دي السائح هذا شيء أساسي وبغير نوصله كثيرك أكثر في سنة 2026 ولكن كذلك خاص نحافظه على القيمة دي الوجهة المغربية كذلك السيد الوزيراء لابد نتقش معك نقطة تانية هي بالنسبة الشرطة السياحية لأنه هذا الهدس وحركة عرضه لمسائله حقيقة لا تريقه لا بالمستوى المغرب ولا بالمستوى المغاربة وهذا لابد أن نخطوها بعين الاعتبار كما أن الجودة للمطارات رشيء أساسي لأنه من كيجي إنسان سائح وكيبقي تسنغل أمتع ديله بالساعات يمس ويدر بمصدقية العمل اللي كتقوم به داخل الحكومة ولهذا لابد هذه النقطة ترعيبها كما أن الموارد البشرية السيدة الوزيرة كان عرفوا بأنه هذا القطاع مرسمياً 250 ألف اللي هو مشجل فلسل وما تبقاهما عقادات اللي تكونوا دات الشهور ست شهور إذن كان فهم بأن هذا العدد اللي تكون حقيقةً بالعقدة ديال المدة محدودة ما كيكونش عنده وحد كوين حقيقةً جد مهم ولدالك ركي يموس بالعمل جي اللي كتقوم به الإشعاعي داخلياً وخارجياً ولدالك لابد يكون بأن الاهتمام ديال المدارس اللي كانت تابعة للسياحة اللي يدابع الأنواق دها وزارة التعليم واللي في الحقيقة اللي لوزارة التعليم ماذاً ما قمت بها بأي تغيير ولا بأي أنشطة داخلية ولهذا فلن كان فضل ترجع الوزارة السياحة باش يمكنها تكون بها اشتركوا في القناة